اختتمت القمة العالمية لرئيسات البرلمانات أعمالها أمس في العاصمة الإماراتية بإصدار إعلان أبو ظبي الذي ركز على أهمية توحيد وتطوير الجهود البرلمانية في صياغة المستقبل إضافة إلى تمكين الشباب في العمل البرلماني مبادرة هي الأولى من نوعها على مستوى العمل البرلماني العالمي اتحد فيها المشاركون كبرلمانيين وقادة سياسيين وممثلي حكومات ومجتمع المدني وشباب لمناقشة عدد من القضايا التي تهم شعوب ودول العالم وذلك لأهمية دورهم في استشراف المستقبل والتخطيط له في استضافتهم لنا اليوم تكلمنا عن كثير من التحديات التي تواجه الشباب تكلمنا عن دور البرلمانات في دعم تمكين الشباب على المستوى السياسي وفي البرلمانات تكلمنا عن كثير من الغضايا التي تواجه الشباب وكيف يمكن أن يحاولون التحديات إلى فرص هذا اللقاء مهم جدا خاصة وأنه يواجه رسالة واضحة للعالم حول أهمية توحيد الجهود لصياغة المستقبل من أجل تدليل التحديات مشاركة مملكة البحرين في القمة العالمية لرئيسات البرلمانات جاءت إيمانا منها بأهمية دور المرء اليوم في سياغة المستقبل وتطوير العمل البرلماني والتشريعي للمشاركة في تدليل التحديات التي تواجه العالم الإمارات كانت سباقة في احتضان هذه القمة والعدد الحضور الكبير من مختلف أنحاء العالم يعني يعطي انطباع بأن هناك توجه عالمي نحو توحيد الكلمة وتوحيد الجهود لأن اليوم أصبح العالم مفتوح على بعض المشاكل مشتركة بين كل دول العالم وأعتقد أن البرلمانات تستطيع أن تلعب دور كبير في التصدي للعديد من المشاكل العنوان نفسه متحدون لصياغة المستقبل أو من أجل مستقبل أفضل هو في حد ذاته عبارة عن اتحاد من قبل سلطة تشريعية كرئيسات البرلمان أعضاء سلطة تشريعية كشباب كسيدات قطاع خاص قطاع حكومي كلهم مع بعض جينا اليوم من أجل أن نحط استراتيجية واضحة من أجل أن نرسم رؤى واضحة من أجل مستقبل أفضل القمة العالمية لرئيسات البرلمانات طرحت مواضيع لا تتعلق بالمرأة فحسب لكنها ركزت على أهمية إشراك الشباب في اتخاذ القرار من جهة أما الشأن الآخر والذي أخذ حيزا من النقاش هو التغيير المناخي ونشر ثقافة التسامح والسلم المجتمعي هذه الموضوعات كلها مهمة لأنها موضوعات كلها تتمحور حول صناعة جيل المستقبل فكثير من الأعمال سينتهي وجودها وربما تنخلق أعمال جديدة فلا بد أن نكون مستعدين لها مهم جدا أنه نلتفت للشباب ونساعدهم على التطور والتقدم وأيضا مساعدتهم على أن يصيروا في الاتجاه الصحيح حقيقة أولا أهمية هذه القمة أنا أشوفها هي نوع أو فرصة لتبادل وجهات النظر فرصة لوجود رئيسات البرلمانيات وهم سيدات من كافة أنحاء العالم هذه الفرصة عندما تتاح تكون مناسبة للجميع للاستفادة من خبرات بعضنا البعض لدفع عجلة التنمية في هذه الدول والمجتمعات الصحيح هذا التجمع هو مهم جدا لأنه استطيع أن يجمع جميع النساء الممثلات في السلطة التشريعية في كافة الدول تحت قبة واحدة للجلوس على طاولة واحدة للنقاش حول أهم التحديات التي تواجههم وكيف يستطيعون أن يعملوا لحلها ويقدموا الأفضل لمجتمعاتهم ولشعوبهم القمة في ختام جلساتها خرجت بإعلان أبو ظبي الذي ركز على عدة محاور من أبرزها تطوير الخطط البرلمانية لمواجهة التحديات وتمكن الشباب في كل برلمان من أجل تحقيق الهدف الأسمى وهو سياغة المستقبل القمة العالمية لرئيسات البرلمانات دعت خلال جلساتها عبر يومين إلى توحيد الجهود الدولية من أجل سياغة المستقبل وهذا بالفعل ما أكد عليه إعلان أبو ظبي سهر عصفور لمركز الأخبار أبو ظبي ترجمة نانسي قنقر